السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا البدء المباشر الليلي للحديث عن موضوع آخر تخصص القناة أنا بركاني تيفي هو يعني رياضي تقافي اجتماعي سياسي مختلفة الألوان والمشاريع كنت شوفوني كان هذر بزا في الكورة لأن الكورة والرياضة هي الوضع الراهن يعني اللي كائن في بركان واللي كيفرح البراكناء واللي كيسلي والبراكناء واللي كيعلي الرأي البركانية سبق لي تحدثت على مواضيع عديدة في البدء المباشر واللي لقات نجاح كبير لا متينة له من غير الرياضة الرياضة بطبيعة الحال ربما أعتبر اليوتيوبر زرق من واحد في إقليم بركان اللي كيشوفوا مشاهدة ديرهم بزاف مشاهدة دير القناة ديري بزاف ربما نكون عن الول عندي فيديويات من غير الرياضة عندي في الاجتماع في السياسة في التاريخ في التقافة والدلل أني عندي واحد فيديو على مدينة سعودية ورقود الاقتصادية دير البوز في اليوتيوب وسبق لي هادرت على المارشي وقدرت على بزاف 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 الحوايج منذ 2011 قريبا هادرت على كل شي الآن يعني بعدها تفكير عميق لهذه الليلة وقلنا إن شاء الله العالم سنبدله شوية مشو المشاكل دي المدينة مشو الهموم دي الساكنة اليوم إن شاء الله العائل العظيم سننهضروا على التدبير المفوض في النقل والتدبير المفوض في النظافة هدهما يعني جوش قطاعات اللي ربما عندهم تقل في الإقليم وليس في المدينة لأنهم هادشي إقليمية طبيعة الحال ما معنى التدبير المفوض قبل قبل كانت يعني ما كانش تدبير المفوض في الإقليم قبل يعني كانت جامعة أو 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 شي إدارة منتخبة كتعطي حق لانتفاع لواحد الشركة أنها يعني تقدم تلك الخاتمات اللي كانت تقدمها الجامعة وتنبع الجامعة بواحد المقابل مادي وهادشي يعني شفناها في النقل منذ 93 أو 94 ولكن في هاد السنة إن شاء الله السنة المقبلة بداية السنة المقبلة ربما غاد ينتهي هادشي مع قطاع النقل ولكن من قطاع النظافة يعني مشال تدبير المفوض هاد السنين مع مجموعة الجامعات تريفا إذن مزيان التدبير المفوض عنده بيرو ديالو عنده مصلحة للتدبير المفوض هاد المصلحة اللي كتكون من الموظفين أكفاء في واحد المجال مثلا مجال النقل عندهم يعني دفتر تحملات كيراقبوا الشركات اللي كتفوز بالصفقات العمومية اللي كتكون نفتوحها في وجه العموم كيشوفوا ديك الشركة اللي ربحت مثلا الفوغال كيشوفوا الشركة دي الفوغال واش ملتازمة دفتر تحملات نمشي ودفتر تحملات دفتر تحملات كيفش كييجي دفتر تحملات في المدن اللي عندها التشاركية وعندها القرب وعندها يعني الإدماج الساكنة والمجتمع المدني كتكون يعني واحد دفتر تحملات مشترك بناء على توصيات بناء على يعني حوار بناء على مواقع المستديراء بين يعني نقاش هالك دفتر التحملات له ما له وعليه ما العيلي بالنسبة للطرفين خاص الجماعة تلتازم بالشق المالي وخاص كذلك الشركات تلتازم بالشق الخدماتي بمعنى تقديم خدمة دات جودة عالية وفي طبيعة الحال دفتر التحملات فيه تسلسل مثلا نمشي من عشرات الحافيلات حتى العشرين حافيلة نمشي مثلا بالنسبة للأماكن الوقوف بالنسبة للنظافة الحافيلات المسائلة السيركيلاسيون يعني العمال القانون ديالهم دين مجموعة من اللحواج اذا مزيان القطاع ديال النظافة تكلف بيه مجموعة الجماعات تريف اللي قد ضم 16 جماعة الرئيس ديالها سيد المصطفى القاوري عن جماعات بركان لماذا هو رئيسه عن جماعات بركان لان جماعات بركان هي اللي قد ضم نسبة اكبر في مجموعة الجماعات تريف شيء بديهي انها غلي تكون عندها الرئاسة مجموعة الجماعات تريف كتجمع الأموال 16 جامعة كتعطيها الأفيردا أفيردا كتعطيها الخدمة ديال جمع الأزبال ماشي غي هاتي جمع الأزبال كيمشيوا للمطرح العمومي اللي مكلفة بالمعالجة ديال هديك الأزبال هي السؤاس اذا كينجو الشركات اللي انتعقدها معهم مجموعة الجماعات تريف واش نجح قطاع النظافة بالإقليم في تلبية الاحتياجات اليومية للساكنة الجواب على هات السؤال صعب لان الخدمة ديالنظافة متقطعة في المدينة مرة تكون مزينا مرة تكون موين مرة تكون ضعيفة حسب عفيردا واش شدت الفلوس حسب العمال واش شدوا الفلوس حسب مجموعة الجماعات تريفة واش وصلتها الفلوس من الجماعات كاملية اذا الفلوس هما محور خدمة النظافة بإقليم بركان كانت قبل فيوليا ربما نقدر نعطيها واحدة الرابعين علامية انها فشلت وخلت مشاكيل وخلت اكرهات الفيردا انا عبدو ربيه محمد الميموني ما نقدرش نحكم على الخدمة ديالها حتى تكمل البريود ديالها علاش لان ايلا درت واحد دراسة على مدينة بركان خاصة نديرها على الاقليم كامل اللي في 16 جامعة اللي كانت متلها مجموعة الجماعات تريفة كينه قد سوداء في عديد الجماعات اللي خلتها الفيردا كين كذلك مطبط ومزالق اللي خلتها الفيردا في مدينة بركان ولكن هذا لا يعني ان النظافة ما كيناش فبالمقارنة مع الناظر بركان ارحم فبالمقارنة مع مجموعة من المدن المجاورة فبركان ارحم قليل فين كين اضرابات قليل فين كين مشاكل مع العمال وقليل فين كين يعني ربما رداءة الخدمة لواحد درجة كبيرة في مدينة بركان تواصل سيد مصطفى القاوري رئيس مجموعة الجماعات رقم واحد في هاد المسائد دير النظافة يعني كيتواصل وكيحضر وطبيعة الاحنا من الكرمي واش بالورود وانما الواقع كنختلفوا فين معه في مجموعة من النوقات ولكن الواقع يقول اننا نقوله الحقيق قطاع النظافة غري تكمل العقدة ديالو مع مجموعة الجماعات التريفة مجموعة الجماعات التريفة كدري تكمل العقدة ديالها وغاليتمشي للشركة التنمية المحلية اللي هي كتعود مجموعة الجماعات تريفة غير انها يعني القانون ديالها يختلف شيئا ما عن مجموعة الجماعات تريفة ولكن الهدف واحد والغاية واحدة وربما التكتولات غاليتكون نفسها على الشركة التنمية المحلية اختارت النظافة وما اختارتش النقل لان النقل مرتابط طرابوت كبير بين مجموعة من انواع النقل فالتدبير المفاوض في النقل هو النقل الحضاري فوغال واللي غاليتدخله معها منافسة امتداء من السنة الجاية 2020 ينفسوها على الصفقة ديال اقليم بركان غاليت يقولوا ليش مدينة بركان لان هنا فوغال يديد سعيدية جماعة سعيدية يدين جماعة مداغ جماعة الاعتامنة جماعة السيسليمان غاليتقول لي اعطينا الايطار القانوني غاليتقول لكم هنا هدالية مانيش عارفة مهمة لها اقليميا مابقتش في المدينة غاليتقولوا لي علاش الشركة التنمية المحلية غاليتلقى مشاكل في النقل لان كما تعرفوا فوغال كيمشي الجماعات فوغال يعني شاد مجموعة من الخطوط القاروية واللي هو يعني نقل حضاري غالي كيجو الاحتجاجات متع ارباب الطاكسيات الكبيرة الاحتجاجات دي الارباب الطاكسيات الصغيرة الاحتجاجات دي النقل المزدوج اذا كان هنا مشاكل وحنا شفنا انه مجموعة من الاضرابات مجموعة من الوقافات مجموعة من الاعتصامات داك الشيعة لربما للشركة التنمية المحلية بغالت تمشي لقاطع النظفة لانه اخف وارحم بهالنحية دي المشاكل قاطع النظفة صغير فلوس اليك الفلوس يكون مزيان الي مكنش الفلوس مكيكونش مزيان خاصة في ارتباطي بالعمال قاطع النقل كله مشاكل كله مشاكل بحيث انه كنشوفو انه التاكسيات الكبيرة كتحتج عادية المرات على فغال تاكسيات الصغيرة كتحتج عادية المفرط على فغال فغال يحتج عادية المرات على التاكسيات الصغيرة والكبيرة ونقل المزدوجي اذا واحد الدائرة واحد كي يحتجرى واحد وواحد كي يبغي يجري على واحد وواحد كي يبغي يفرض دراسه ما ننكره جميعا كي يقدموا خدمة المدينة ولكن خصون تأثير 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 قانوني كون كبير من خلال الفطر التحملات اللي غاد ان شاء الله علي العالم يصيغوه بناءا على الواقع الميداني ونتامسوا من السؤولين انهم يشركوا المجتمع المدني يشركوا الساكنة ويشركوا المهنيين ويشركوا المهتمين ليس بناءا على يعني قرابات او صداقات او معرفة وينما بناءا على الذي يقدموا الخبرة والمنفعة والاستشارة اللي هما المجتمع المدني والمهنيين والساكنة نولينا القطاع النظافة قطاع النظافة في المدينة ينجح 100% ولكن ما غاليش يبقى ناجح 100% علاج لان قطاع النظافة واحد القطاع اللي يعني اجور كل دقيقة كل دقيقة قدر يعملوا البيدو وكل دقيقة قدر يخوى البيدو اذا على حسب الضغط عن المدينة فصل الصيف ماشي هو فصل الشتاء بيدو قدام مقاهي ومطاعي ماشي هو بيدو في كاركشو او في المجد اذا الصورة دي المدينة مع الاسف كتلخص في دوك البيدويات الاضطرويات اللي كيكونوا احد المقاهي ومطاعين سينورمال يعملوا في الساعة وسينورمال خاصهم يخووا في الساعة وهنا المشكل فصل الصيف كذلك نعرفهم جمعة من البقع السوداء اللي كتظهر في المدينة نتيجة زيادة للزوار وزيادة للساكنة كذلك عيد الاضحاء ورمضان اذا المشكل كامل عند هالحل اللي هو دفتر التحمولات اللي هو القانون الاطار اللي ينضم قطاع النقل وينضم قطاع النظافة حقيقة ما ننكروش ان ما غاليش ان كان نوصلو للميتالية في دبير القطاعين من خلال الفطر التحمولات لان ربما من دينة بركان يعني كان عندها ربما يعني عندها ربما تفتر التحمولات من خصوص نظافة ولكن له ما له عليه ما له يناقش ولكن قطاع النقل يعني حق الانتفاع ما زال ما كينش فطر التحمولات اللي دقيق ومضبط وفيه الميزاجور كيتغير حسب الزمن والمكان وكيتغير كدلك مع تغيرات ديال والتطور ديال المدينة تنمع اه 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 واع اه 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 خاصها خدمة خاصة تهلاف الخدامة يعني واحد فترة تحمره يكون قانون ويكون يتعامل بالفلوس كما دايرين بين القوسين في قطع النظافة في تعامل مجموعة جامعة التريفة مع افيردا يلنجحوا هاد القطعين النقل والنظافة في المدينة المدينة غالي يبنوا تبن في واحد الوجه اخر تبن في واحد الوجه اللي ربما اكتر تحضره اكتر تامده حقيقة ظهروا بعض الشوائب في المدينة مثل النقل السير ريكي اعتمد القاز مثل تريب بورتورات الهوندات كذلك في النظافة ظهر الكاررويات والكراروس هاد يلا كان واحد وحد القانون اطار كان ضم هاد القطاعين وكان مزيان ما غالي شي بقى عندنا يعني الصورة ديال مدينة مجدا معتنا في تدبير المفوض مع شركة سيطا در البيضاء وجدا نجحات ورغم انها نجحات اعتمدت مركز دراسات الليش تخص الوضعية ديال النظافة بوجدا رغم انه نجح ولكن باقي يطمحوا ويطمحوا وطمحوا باش يوصلوا الميتالية في النظافة رغم دينة وجهة وجدا من انظف المدن في المغرب يعني بشهادة الزوار بشهادة يعني البعيد قبل القارئ احنا بغينا نوصلوا بحال وجدا علش وجدا عندنا دفتر التحمولات قوي عندها مجلس دكي اعتمد عنا مركز دراسات شرك مع هاد الجمعويين شرك الساكينة باش داروا واحد دفتر التحمولات اللي يعني قد قد يصل الى الميتالية ولكن رغم دالك ما زال يبحتوا يبحتوا بغني يوصلون الميتالية في قطاع النظافة في قطاع النقل مشوا بعيد مع شركة موبيلس مشوا بعيد ديال ويفي وديال الكاميرات وديال طبس كل خمسة دقايق او تلتقايق مانيش عارف في الخطوط مشوا بعيد وجدا عندنا منتخابين احنا كذلك عندنا منتخابين علاش هم انجحوا واحنا بقينا فلا مويان المشكلة في تفتر التحمولات المشكلة في القانون اللي كينضم العلاقة ما بين الجماعة والشركة فيما خص تدبير المفوض الجامعة كتفوض لك واحدة تدبير اللي هي عندها يعني في العمل ديلها في الشغول ديلها اذا الشركة اللي غريد يدخلوا جدا فيما يخص النقل وفيما يخص النظافة شنو خصه؟ اول حاجة اول حاجة اول حاجة هي الحنصر البشاري ما خصناش مشاكل مع العمل لا في النقل لا في النظافة الى فغرة تخلص ميتين وخمسينة في الشهر خاص يدخل يدخل على ميتين وخمسينة في الشهر ما يقول لهمش بالزعف خاص يدخل على ميتين وخمسينة في الشهر واللي يدخل على ميتين وسمعها في الشرك السميك اللي هو في القانو الشغل المغربي او يدخل على 14 درهمس الساعة اللي كان في القانو الشغل المغربي اول حاجة قلنا هي العنصر البشاري لانه هو سبب المشاكل يلا ما خلصتوش غري يحتج يلا ما تهللش فيه غري يغش ويلا غش غري تنوت الساكينة وطنوت الجمعيات ولانه الساكينة وطنوت الجمعيات غري تتقرب اللي مديد تاني حاجة هي الاليات هي الاليات علمكينا انا لما شغل يتخدم في النقل عطينا الطوبسات اللي غري تجيب 30 طوبس في العام الول 40 طوبس في العام الزوج 50 طوبس في العام التال كي دائرين شنو الموصفات ديالهم ويلا ما لتزمش كينا ومنحقين نقلع لك بالاتفاق اللي اتفقنا عليه بما يخص شك اللي ما علي كذلك مع النظافة مع الشركة ديال النظافة اللي غري تدخل جديدة إلا بقات افير دالله يعاونها ولكن هنا ما بقاتش تفتر تحمل تخصو يتعاود الصياغة دياله ويشركوا المهنيين التعاونيات ديال قطاع النظافة التعاونيات ديال جمع والتدوير ديال النفايات اللي عندهم خيبرة ومجربة في المدينة التعاونيات الفرز النفايات تريفة يعني كين تعاونيات في المدينة اللي قدروا مستاشروا معاون قدروا ربما نسوق واحد الصورة بعيدة للمسائل الانتخابية وصورة الرئيس والمرأوس وتسبق الانتخابية من خلال استغلال مهم خاصنا هالجوش كيطاعات متضبطوهم في المدينة انه لا يعقل 2020 على الأبواب احنا مزان هضرو على الصلاح مزان هضرو على طبيساز كافة كافة قرسيف جات غير مورانا تعزاج جات غير مورانا فكيطاع النقل مادور وجداء عندنا احنا خصنا جودة الخدمات اللي غادي انفستي معنا خصو كذلك يلتازم بجودة الخدمات لانه غادي يدي الفلوس ومعليش ضرائب بزاف دولة كدعموا فيما خصو كتاع النقل كذلك كتاع النظفر كدعم دولة مجموعة الجماعات اللي غادي تمشي شركة الانمية المحلية وabyrinها مشكيرiga فالنا مع تحول جموعة الجماعات مشي شركة المحلية و أش غادي تنجح تدبير قطاع النظفر اللي ماي كراهناش الله ماكراهن لأنها شركة التنمية المحلية وغير يكون على الجماعات بسفع لهم أنهم يخلصوا لقبار ديالهم ولا مغارش تفوت لهم الميزانية ديال السنوات طبيعة الحال مغارش يشرع لهم سيد العامل وهذا شيء عادي مش يخلصوا الكريدي ديال النظافة بقالنا إلا هذرنا علاقية على النقل درنا المرأب العمومي الإقليمي اللي كان في الملح جمعة سلس المشرح مواصفة عالية وطبارك الله عن التصميت دياله كان المشكل ديال النظافة للمطرح العمومي اللي كان في الخرجية ديال ترك الناظر علي مني مطرح مازال عشوائي وخافيها أسوءات وخافيها الحلاصة لأنه ما فيش الآليات المتطورة الليكسيفية مازال كتدخل في الأرض الليكسيفية وما أدراكها من الليكسيفية وكتأطر على الأرض تأطر على النبات تأطر على الإنسان الفرشة المائية مجموعة من الحوائش خاصنا تدوير النفايات ندوره النفايات والفرز باش نستغل له ديك النفايات كارتون زاج نستغل لهم أغراض صناعية نخلي بالتعاونيات ديال الشباب المعطل والشباب اللي بغاي خدم خدم بالتعاونيات لا تدوير النفايات حاولنا ندوره على قطاع النظافة وكتأع النقل لأنهم قطاعين حيويا في الإقليم وإلا نجحوا غاليت نجح للمدينة إلا فشلوا غاليت فشل للمدينة إذا نتمنى نكون توفقت في هذا الموضوع ونتمنى إن شاء الله نشاركوني في التعاليق فيما يخص قطاعنا بتدبر النقل والنظافة في الإقليم كان شي أفكار مرحبا كان شي تعاليق مرحبا كان شي نقد مرحبا كان شي المهم المهم أننا نكون نجحنا في إيصال الفكرة إحنا ما انتقدنا التى واحد تجمنا التى واحد ما مدحنا حتى واحد يعني المشاكل مكشوفة كل شي كي يشوفها إذن لا دعية تبرح باقي أحد قطاع النقل وقطاع النظافة في المدينة رغم المجهودات حقيقة كان إكرهات ولكن موصلناش للميتالية ربما قد تصلها جماعة وجدك قد أقول قد قد تفيد التقريب وتفيد الاحتمال إذن إلى اللقاء وإلى لايف الغد إن شاء الله السلام عليكم انتمنى تكون توفقت ديروا أبوني للقناة ديننا ويقطعوا عليك الجرس باش جيمة اللايف ديننا يوصلكم إلى لايف الغد إن شاء الله السلام عليكم شكرا شكرا شكرا